مباح أمام اعتداءات الاحتلال ومستوطنية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مرمى السهدافات المتصاعدة مرة بحجة العياد اليهودية ومرات كثيرة ضمن مبررات يختلقها الاحتلال أعداد كبيرة من المستوطنين كثفت اغتحاماتها للمسجد الأقصى على مدار أيام بحماية قوات الاحتلال التي أمعنت في التنكيل بالمصلين الفلسطينيين تارة عبر الضرب والاعتداء وتارة عبر الاعتقالات والإبعاد انتهاكات لم يسلم منها الرجال والنساء شيوخا وشبابا سلطات الاحتلال هجموا علينا هجم شرسة ضربونا نكلوا فينا هجموا علينا الشرطيات هدول من إيدينا من هون من أضافرهم لتشوفوا كيف إيدينا إيدينا هيك دباحونا ضربونا أخدونا نكلوا فينا في مركز الشرطة بعدين خلونا لساعة 11 مسيحيو القدس كانوا أيضا في مرمى الاستهداف الإسرائيلي هنا يظهر الاعتداء على سياح المسيحيين قرب باب الأصباط في البلدة القديمة للقدس اعتداءات دفعت مسؤولين كنسيين إلى التأكيد أن ظاهرة البسقي على السياح والمؤسسات المسيحية توسعت بشكل كبير في حين تدعي شرطة الاحتلال أن من الصعب اتخاذ إجراءات قانونية حيال هذا الأمر الرئاسة الفلسطينية بدورها اعتبرت أن ما وصفتها باستفزازات الاحتلال ومستوطنية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية تشكل منهجا خطيرا هدفه تفجير الأوضاع ما سيؤدي إلى تداعيات لا يمكن التكاهن بها وفي حين دعت الرئاسة الفلسطينية العالمة وخاصة الولايات المتحدة إلى منع الممارسات الإسرائيلية يسارع الوزير المتطرف اتمار بنكفير إلى الدعوة لتكثيف اقتحام المستوطنين للأقصى على مدار الساعة لعل بنكفير يحاول بدعوته هذه أن يؤكد لواشنطن ودول غربية أخرى أن حكومة اليمين لن يوقف مساعيها أي شيء لفرض وقائع جديدة في الخدس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة